السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير الكلام ما نبدأ به والصلاة والسلام على رسول الله محمد عليه افضل الصلاة والسلام هنبدأ الأكل بتاعتنا نهاردة بنات أكل جميلة جدا صعيدية من التراص الصعيد القديم وهي أكل جميلة جدا المصبوبة الصعيدة مع تسويت لحمة الرأس على الطريقة الصعيدية أكلة المصبوبة على طريقة عجداد هجيب هنا عندي شوية مية دفين هعمل خميرة بتاعت المصبوبة بتاعت الأول خدت حتة من الخميرة وضوبتها كده في شوية مية وهعجن الخميرة بتاعتي بشوية دقيق الخميرة دي بنات الخميرة البلدي أنا بحب أعمل المصبوبة بتاعتي بالخميرة البلدي بتبقى جميلة معاي وهسيب لكم الرابط بتاع عمل الخميرة البلدي كده في صندوق الوصف إن شاء الله بإذن الله هتشوفوه إن شاء الله بإذن الله هتعجبكم وهتجربوها هعمل خميرة بتاعتي بتاعتي المصبوبة بطارية بالشكل ده زي ما انتم شايفينه في نفس الطبق اللي انا هاجن فيه هو هو اللي هعمل فيه انا المصبوبة بتاعتي خمرت الخميرة بتاعتي يا بنات واغطيها بعد ما الخميرة بتاعتي خمرت يا بنات هيجيبتها زي ما انتم شايفين سيبتها ليلة كده وضمت الصبح بدري وحطيت عليها شوية مية دافين على الخميرة عشان اعجن المصبوبة بتاعتي حطيت شوية مية دافين على الخميرة وهنزل كده بالدجيج بتاعي وعليهم رشة ملح وعليهم طبعا على حسب الكمية اللي انتي هتخبزيه وعليهم كيس من النشي انا تاكة من التاكات بتاعتي كل واحد وليه طريقته بحب احط كيس من النشي على المصبوبة بتاعتي بيديها خفافة وطروة بصفقة جميلة جدا بكيس النشي ده اللي بقى انا بضفهوه وارشخي وحط كده حبة الملح وقلبهم كده كويس واعجن فيهم كويس كده بحيس ان العجينة بتاعتي تكون طرية او زي ما انتم شايفين افضل اعجن في المصبوبة بتاعتي ولدت فيها بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو بالطريقة داي اخب اخبق فيها جيبها كده من بداية الطبق لنهاية الطبق واخبق فيها بالشكل دي تاي الحد ما تبجى العجينة معايا نعمة كده وحلوة انا عايزة العجينة بتاعتي تكون سايلة خالص زيها كده زي المية جيبت شوية مية ده فيين تاني وهنزل كده بشوية مية على المصبوبة بتاعتي على العجينة بتاعتي زي ما انتم شايفين لسه برد محتاجة مني شوية مية تاني عايزة القوام يبقى سايل خالص يا بنات زي المية كده عشان تبقى المصبوبة بتاعتي خفيفة وطرية وحلوة جربوها بكسي النشا وان شاء الله بازن الله هتعجبكم بس ما تنسوش تصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام وما تنسوش اللايك ما تنسوش اللايك يا بنات اللايك 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 هفضل اضيف لكده شوية مية كده مش هضيف انا مية تاني زي ما انتم شايفين القوام بتاع المصبوبة بتاعي بجسايلة هاوز اهو زي ما انتم شايفين بالشكل دي بيبقى كده معاك زي الخيط الخيط بتاع ما يغطيع شي اه بتاع المصبوبة بتاع العجينة بتاعتك هغطيها كده ولم العجينة بتاعت واسيبها تخمار واسخن الفرن بتاعتك انا سخنت الفرن بتاعك يا بنات زي ما انتم شايفين ورصيت المصبوبة فيه اذا المصبوبة طالع فيها ما شاء الله عليها اهم حاجة سخن الفرن بتاعتك كويس كده من تحته من فوق اللي المصبوبة بتحب الفرن السخني وعشان المصبوبة بتاعتك ما تمسكش في الفرن هتجيب حتة جماشا او زي ما انتم شايفين او زي ما انتم شايفين او زي ما انتم شايفين متقلقش من الدخانة دي الدخانة دي من الزياد بس وده يا بنات علبة حق يعني بتاع علبة صفيح اي علبة صفيح عندك بالشكل دي وبجريدة احنا بنفتح الحق من من الناحيتي وبندخل الجريدة فيه في النص بالشكل دي وبنصب به المصبوبة هصب المصبوبة بتاعتها زي ما انتم شايفين جوا الفرن او كده بالطريقة داي المصبوبة الصعيدة دي المصحورين بيها طبعا الصعيدة بطريقة عمله وان شاء الله باذن الله هتجربوها وهتعجبكم جدا بنكلها كده حامي بعسل بتبقى جميلة جدا وحبت ندين البروس كده حبت سمنة بلدي بنكلها بعسل بتبقى جميلة خالص زي ما انتم شايفين المصبوبة طالعا ان شاء الله عليها هاي الله اكبر يعني جربوه ان شاء الله باذن الله هتجربكم وبنتقليلها كمان التقليل ايه بلحمة لحمة بلدي او بنعمل معها لحمة الرأس بردك على طريقة اجدادنا زي ما كانوا بيعملوها كده انهاردة هعملها لكم ان شاء الله باذن الله على لحمة رأس وبتجلية كده لسه القرصين دولا هم زي ما انتم شايفين لسه ما استووش وزي ما انتم شفتوا المصبوبة كده ادي طريقة عمل المصبوبة وهندخل دلوقتي على الطبيق وهكمل باقي الكمية بتاعتي انا ازبط طريقة دي زي ما انتم شفتوها شايفين الطراوة يا بناتي بتاعت المصبوبة جميلة جدا وخفيفة وجربوها بكس النشا دي هتبقى معاكم حلوة وزي حلوة وزي العسل انا عملتها معاكم قبل كده في القناة المصبوبة اه فحبت نهاردة برضي اعملها معاكم اه ثاني هنجي دلوقتي للطبيق بتاعني ادي لحمة الراس انا غسلها كويس ونضفتها ونجعتها باللمون والمالح والخل وصمتها الاول وكده انا هسويها نص سوى حاطتها لمية وطماطم وبصل ورق اللورة وحبهان وطوم مية السليج بتاعي وسبتها كده تاخد معايا نص سوى في الحل وهاجي هنا اعمل التقليب بتاعتك التقليب يا بنات هي عبارة عن بصلة مقطعها مقطعة كده بالسكينة وعليها معلقتين كده من السمنة المصبوبة لازم تلتكل كده بالسمنة البلدي هم بسوي التقليب بسمنة البلدي وهجيب كده كم فاص الطوم واجطيحهم على التقليب يعني انا كله هتضربه كده في الخلاط بعد ما تستوي التقليب بتاعتي هقطع التقليب كويس على البصلة واجلبها كده بس ما قطعش التقليب غير منه اول ما البصلة بتاعتي تدبل وتجي تاخد لون دهب كده بالشكل دي عشان التقليب بيستوي بسرعة التقليب بيستوي قبل البصل وافضل اقلب كده في التم البصلة لحد ما تاخد لون وكده انا قطعت الطماطم بتاعتي كده البصلة بتاعتي خدت اللون دهب الحلو ديت زي ما انتم شايفين هنزل بالطماطم بتاعتي قطع برا ينزل البصلة من قطعها قطع بحس الطماطم انا بنزل بها كده وهي مقطع قطع بتبقى التقليب طعمها احلي زي ما كانت بتعملها ست يعني اللي يرحمها ادعو لها يا بنات لو سمحتوا بالرحمة كانت بتعملها بالشكل ده بس كانت بتدهك هي بالمدهك دلوقت يطلع الخلطات طبعا فالخلط بسهل ويبقى ناعم عن المدهك برضي وهذه الطماطم بتاعتي السبكتها هي بنات وبعد ما السبكت ضربتها في الخلطة هي زي ما انتم شايفين وبقيت ناعمة وحلوة زي العسل هتطلع اللحمة بتاعتي من مية السلك كده اخي اخدت معي نص ايا سوا انا مية السلك دي بردك عشان هي لحمة راس انا مش هسوي بها مش هعمل منها التجليب بتاعتي انا السلكة داي هكبه كده انا سمط اللحمة بتاعتي مرتيا دي راس الخروف يا بنات دي راس الخروف يعني افضل طريقة انك تسوي بها راس الخروف اللي هي الطريقة داي واستحسن انك ما تسويش ما تطبخيش طبيقة على على الشربة بتاعتي كده انا طلعت اللحمة بتاعتي من الشربة داي الشربة دي كده خلاص انا مش هستخدمها تاني هكبه وبكان الشربة بتاع الخلاط كده زيت فيه حطيت فيه شوية مية كده من القلمة اه سخنين زي ما انتم شايفين وزيت التجليب واللحمة زي كده زي ما انتم شايفين واسيب اللحمة بتاعتي كده تكمل سواها في التجليب اللي احنا تجلناها داي هرشيلا بس كده حبت من الفلفل الاسود عشان الزفارة في التجليب هيديها رحة حلو وبردو طعم حلو وهغطل عليها كده واسيبها تستوي واد اللحمة بتاعتي كده يا بنات استوتها هي زي ما انتم شايفين كما السوا والتجليب بتاعتي تخنيته بيجي قومها حلو كده الاكل المصبوبة واد الاكلة السعيدية يا بنات السعيدة معرفين به وجربوه ان شاء الله باذن الله هتعجبكم ويا ريت ما تنسينيش في الاشتراك واللايك في القناة اه وما تنسوش تفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد واد المصبوبة هي زي ما انتم شايفين جميلة جدا كده تفتح النفس على الاكل والتقلية لحتها جميلة جدا اشتركوا في القناة